طيب احنا عايزين نقرب من الصورة بشكل اكبر وننطمن على اخر استعدادات الفريق قبل التحرك لستاذ الجيش بورج العرب اللي حستضيف هذه المباراة عشان كده عايز نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي والمتواجد حاليا في مقر اقامة الفريق يا كريم اهلا بك مساء الخير عليك زميل العزيز امير الشام كل التحية لك والكل مشاهدة ومتابعة قناة الاهلي والنهاردة ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يا كريم قلنا كل الكواليس اللي بتصبك هذه المباراة واخر استعدادات النادي الاهلي اللي يخود هذا اللقاء يعني نادرون طبعا في البداية اختتم النادي الاهلي استعدادته هنا في الاسكندرية انت عارف طبعا زميل امير عقب انتهاء مباراة الاسماعيل استمر النادي الاهلي هنا في معسكر في فندو الاقامة وايضا كمان كان فيه تدريبين يوم السبت ويوم الاحد استعد بشكل كبير جدا النادي الاهلي وتابع كل المباراة الخاصة بفريق الاتحاد السكندري يعني نقاط القوة وضعف الصغرات كل الامور الخاصة فريق الاتحاد السكندري لان النهاردة اكون مباراة صعبة احنا عارفين طبعا اهمية هذه المباراة بالنسبة لفريق النادي الاهلي لان النهاردة يكون مباراة التتويج وده اماننا الكبير وسقطنا الكبيرة في كل العيب النادي الاهلي ثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله خلاص بقى ينهوا بطولة الدور العام نادي الأهلي يحصل على لقى بطولة الدعام دوره العام إن شاء الله نهارده هو الدور الخامس المتوالي وده أ gravit أرقام قياسية كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي وصلنا كمان لرقم 74 إن شاء الله النهارده ده أمر مهم جدا والرقم ده عزيز علينا وعزيز على كل جمهور النادي الأهلي رقم طبعا شهداءنا اللي متتغ المطعم في الجنة إن شاء الله بإذن الله فكلها دوافع كبيرة جدا لعابة نادي الأهلي مهيئة لفريق النادي الآلي أنه يكون مركز أداء ونتيجة بإذن الله يسعيده كل جمهور النادي الآلي عايز أتكلم بشكل عام طبعا على الترتيبات والتحضيرات الخاصة هنا في فندق الإقامة تعرف طبعا يمكن مستر ريني فايلر كان عيد ميلاده أمس ويمكن أكيد طبعا كتلافتها طيبة جدا من كل لعبة النادي الآلي احتفلوا بي اللي النهاردة على هامش طبعا التدريب الأخير أمس لكن خلاص بقى تقفلت هذه الاحتفالية تماما فيه دقائق بسيطة جدا وابتدى النادي الآلي يخش سريعا فيها أجواء المباراة ممكن اجتمع بيوم صباحا مستر ريني فايلر أكد على أهمية المباراة وعدم الاستهانة بفريق الاتحاد السكندري عندهم طبعا مدارب وماس جدا كابتن طلعت يوسف فأكيد هيكون فيه شغل فني كبير ومحتاجة مجهود كبير جدا من لعبة النادي الآلي ده الأمر اللي أكد عليه مستر ريني فايلر سوا فيه المحاضرة اللي بدأت صباحا والمحاضرة كمان اللي هتكون الساعة سبعة الى خمسة انت عارف طبعا يعني يقدر نقول ان السبعة وخمسة يكون تحرك فريق النادي الآلي متعود متعودين ما بيكون المباراة ساعة تمانية ونص بيكون محاضرة سبعة الى خمسة ثم بتوجه فريق النادي الآلي هنا في استاد برج العرب اللي هستقبل هذه المباراة عايزة أكد كمان على نقطة مهمة جدا نحن نشوفنا النهاردة حسين الشحات ومحمد محمود وكريم نيت بيت متواجدين في معسكر فريق النادي الآلي يمكن نسألنا طبعا يعني سواء كابتن سامي وكابتن سيد عبدالحفيز أكدنا اللعيب انضمت من يوم السبت ليه لتدريبات كل اللعب طبعا عنده برنامج تهيلي فلابد يكون متواجد مع فريق النادي الآلي وكمان النهاردة ان شاء الله بنأكد على يوم الاحتفال لنهاردة يوم تتويج بإذن الله ده الهدف المطلوب لفريق النادي الآلي فلابد يكون كل اللعبين متواجد ان شاء الله لفريق النادي الآلي بأكد لكن ان شاء الله بإذن الله للاعبة النادي الآلي تتحرك سبعة إلا خمسة على أن تتواجه ان شاء الله بإذن الله إلى استاد برج العرب الاستابل هذه المباراة الهمة والمنتظر عندها غيابات عديدة زميل أمير الشام لكن يعني خلاص زي ما بنقول الآلي من حضر كل اللعيبة جهزة بشكل كبير فنيا وبدنيا ودهنيا غياباتنا طبعا يعني فنيا صالح جمعة ومحمد شكري ومحمد فخري واستمرار زي ما أكدنا وقلنا محمد محمود وكريم ندفد وأيضا كمان حسين الشحات يعني عايزة تكلم سياعا على التشكيل المتوقع بإذن الله بس قبل ما نتكلم في التشكيل يا كريم مدى تطور حالته الخاصة بالإصابة وهل ممكن خلال الفترة اللي جاية أو إمتى نشارك مع الفريق يعني نقطة مهمة جدا طبعا يعني يمكن خرج عمر الصلاية في المباراة الأخيرة يمكن بعض الناس الكلمة قال لكن عمر الصلاية جاهز فيه تحفظ شوية عليه لكن أقدر أقول لك عمر جاهز بشكل كبير لكن من الواضح أنه هو مش يكون بادئة دي المباراة أو على دكة قلبه ده لكن هو يمكن بيتم تجهيزه بشكل كبير جدا يمكن أن نقول الأشياء أثبتت خلاص انتهى القلم ليه بشكل كبير لكن انت عارف يعني الجهازية الكاملة بالنسبة للعب لأن عندنا يعني المباراة القادمة وتحديدا كمان بقى البطولة الأفريقية فمحتاج يكون لعيبة في كامل جهازيته لكن عمر الصلاية جاهز بشكل كبير جدا لكن هو تحفظ فني وأيضا كمان جزء طبي انت عارف طبعا إن شاء الله الفترة اللي جاية للتلاحم الكبير خلاص ممكن جاده للدوري شفنا المباراة متلاحمة بشكل كبير جدا مع البطولة الأفريقية لكن بأكد لك عمر الصلاية جاهز لكن لن يشارك سواء في المباراة بشكل رسمي أو على دكة البودلاء ده الأمر اللي أكيد حابين نقوله لكن خلاص بقى الكل جاهز يعني القائمة فيها 22 لها بيخرج اثنين لعيبة من القائمة 11 لها فيها الملعب وتسعة على دكة البودلاء الكل جاهز إن شاء الله بنسبة لفريق النادي الأهلي بقى من خلال التدريبات الأخيرة اللي كانت يوم السبت والأحد يعني نقدر نقول بشكل كبير جدا وبنسبة كبيرة تشكيل فريق النادي الأهلي المتوقع سريعا علي معلول طبعا الشيناه في حراس المرمى علي معلول أيمن أشرف رامي ربيع محمد هاني في المنتصف حمدي فاتحي وديانج على الأطراف جونيور أجايي وقالفة الممكن الجالب الشمالي يكون محمود كهرباء أو أحمد الشيخ ده اللي طبعا قدرنا إن إحنا نصل لي معلوماتنا به وفيه الهجوم محمد مجدي أفشا وقالي يباجي ده نقدر نقول التشكيل الأقرب لفريق النادي الأهلي لكن بأكد لك الكل جاهز إنت عارف ممكن يبقى فيه أي متغيرات من التحرك هنا إلى الملعب لكن دي التشكيل نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله يكون مستريني فييلر موفق فيها وأيضا كمان تكون اللعيبة مهيئة إن شاء الله للحصول على التلات نقاط اللي بإذن الله يكون نهاردة يوم نصر ويوم فرحة ويوم سعادة على جمهور النادي الأهلي وأحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري رقم 42 وللموسم الخامس على التولي أرقام قياسية إن شاء الله بقى مع نهاية الدوري يقدر النادي الأهلي حققها بإذن الله طيب كريم عايزة أسألك بالنسبة للحضور اللي حيكونوا متواجدين من مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص هذه المباراة وخصوصا نحن عارفين طبعا هي مباراة مهمة جدا وهي مباراة اللقب قل لي الأجواء عندك إيه ومين أبرز الحضور يعني في هذه المباراة يعني طبعا بنأكد في كل مرة المؤذرة والمساندة من كابتن محمود الخطيب ده خلاص أمر منتهي إن شاء الله يكون متواجد النهاردة ونمي علماتنا إن شاء الله كابتن محمود الخطيب مع بعض من أعضاء مجلس الإدارة يمكن شفنا المباراة الماضية للسطرة أنديل عضو مجلس الإدارة سيد عامري فاروق يكون متواجد لكن كابتن محمود الخطيب يكون متواجد على رأس الحضور كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورسائل الدائمة والمساندة ليه فريق النادي الأهلي نهاردة نتعاري فيهم تتويج لكن مع النهاردة ممكن نشوف المجلس بالكامل المتواجد نهاردة إن شاء الله زميلي أمير النهاردة بإذن الله يعني الأمل الكبير مع الاحتفالية ومع التتويج ثلاث نقاط مش بعيدة على النادي الأهلي مع الأداء الرائع والمميز جدا فيها المباراة الماضية والمباراة الإسماعيلي إن شاء الله بإذن الله تكون هدية المباراة من نصيب النادي الأهلي حضور للكابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل أمر كبير ودفع كبير جدا لكل لعيبة النادي الأهلي على الجانب الآخر بقى أكيد يعني حاج محمد صلحي بقى رئيس مجلس الإدارة مع وطبعا هم منظمين المباراة فأكيد أيضا كمان أعضاء مجلس الإدارة بيكونوا متواجدين بالنسبة لي فريق الاتحاد السكنداري لكن اللي همنا طبعا هو النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون يوم سعيد يوم نصر وإن شاء الله العيبة النادي الأهلي تسعد مليئين جمهور النادي الأهلي لمنتظر هذا الدوري بإذن الله إن شاء الله يا كريم نفرح كلنا بعد المباراة باللقب رقم 42 من بطولات الدوري العام ويكون لصالح النادي الأهلي ويحسم اليوم كمان عشان نتفرغ لما هو أهم وقادم إن شاء الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق مباراة اليوم مباراة الحسم ما بين الأهلي والاتحاد السكنداري إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويقدر يحصد الثلاث نقاط ويحسم هذا اللقب الغالي